أهلا بكم لبنات منا تكونوا بألف خير كما عودناكم دائما مطبخ روزة مع الجديد اليوم جبت لكم فطائر بحشوة اقتصادية بحجم عائلي ثلاث فطائر كبيرة جت رائعة لبنات كما ركوا تشوف الصورة جربوها نبدأ اول حاجة بالعجين فيها كاس ماء كاس حليب ملعقة سكر ملعقة خميرة خميرة العجين ملعقة مملوئة لان الجو بارد نخليها تخمر ونوليها معاكم هنا عندي البنات الحشوان تاعنا اللي هي البطاطا نجيبوا القدرن تاعنا نحطو فيه نصف رطل بطاطا نحطو فيه رشة ملح نحطو فيه اربع معالق من الزيت نمرقو بالماء ونخليوها الطيب فوق النار ونوليو معاكم العجين هنا البنات بعد ما خمرت نزيدو لها اللي موها بالفارينة نزيدو الفارينة حتى نتحصلو العجينة تكونطرية نزيدو لها رشة من الملح لكن ما ركوا تشوفو انا ما زال خصها الفارينة نعجنوها مليح حتى تلتم هنا البنات نخليوها تريح نوليو معاكم نعجنوها هنا البنات بعد ما رتحت العجينة نتاعنا كما ركوا تشوفو هاي بدا التخمر نزيدو لها تلتم عالق من الزيت ونبقاو كما ركوا تشوفو ندلكوها ندلكوها مليح كما ركوا تشوفو حتى يدخلو الزيت اللي حطيناها حتى يدخل فيها ندلكوها حتى يدخل الزيت نغطيوها ونخليوها ترتاح ونتقلو البطاطا اللي قتلكم نحطوها الطيب هاي البطاطا اللي قتلكم نحطوها الطيب نجيبوها نحطو فيها رشة ملح نحطو فيها راس توم نحطو فيها قليل من الحليب تلتم غارف الأربعة من الحليب نحطو فيها الكاشير الحار حبة باصل أخضر مقطعة شرائح نحط فيها تلت حبات من الجبن ننفع سوهم ليح ونخليوها تبرد باش ما تقطع الناشل عجينة لازمها تكون باردة نزيدولها اتنين ملاعق من الفرينا او الدقيق كما قد لكم ونخليوها تبرد بجيه هنا بعد ما خمرز عجينة كما ركوا تشوفوا والحشون تاعنا برد نجيبوها نفخو يدينا بالزيت نجيبوها ونحطوها فوق مكان العمل كما لكم تشوفوا عجينة نطرية رائعة نقسموها على تلت خبزات نرشو الفرينا باش ما تلسقش دائما نعاونو بالفرينا وبهات الطريقة وننتقلو الى مرحلة تشكيل نحن نجيبو الصني ندهنوه بقليل من الزيت نحطو الخبزة الكورة الاولى من العاجين نحلوها شوية كما ركوا تشوفوا ونحطو الحشوة متاعنا ونبلعوها من الفوق كما ركوا تشوفوا نجيبو جميل اطراف بتاع العاجينة نبلعوها بهات الشكل ونجيبوها ونقلبوها ونسرحوها على شكل خبزة عادية كما بهات الطريقة نعطيوها الشكل دائري ونجيبو حبة البيض اللي كنا خلطناها مليح ونحطوها ونزيدو فوقها رشة من جلجلان ونديرو الخبزات التانيين بنفس الشكل كما درنا هاد الاولى نديرو التانية والتالتة ندخلو هاد طيب من التحت ونحمروها من الفوق نحمروها الوجه نتاحة كما ركوا تشوفوا ها هو الشكل النهائي الفطائر انت وعنا جات رائعة البنات كما ركوا تشوفوا حجم عائلي كما ركوا تشوفوا عجينة قطنية رائعة اقتصادية من دون الحم من دون ولا شي نتمنى تعجبكم الفكرة تجربوها كما ركوا تشوفوا عجينة قطنية العشاء ما تنساوش دعم نجام وابوني القناة ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر